بسم الله الرحمن الرحيم ألتقي معاكم طلابنا الأعزاء في درس يديد وهو حل المعادلات التربعية باستعمال القانون العام للصف الثالث إعدادي راح نبدي بالأهداف اللي راح إن شاء الله نحققها الهدف الأول إن شاء الله هو حل المعادلات التربعية باستعمال القانون العام والهدف الثاني استعمال المميز لتحليل عدد الحلول المعادلة التربعية إن يحاق القانون العام لحل المعادلة التربعية طبعا القانون العام يجب أولا أن تكون المعادلة على صورة ألف سين تربع زائد با سين زائد جيم يساوي صفر فإن حل المعادلة يكون باستخدام القانون العام هو كالآتي سين يساوي سالب با زائد أو ناقص جذر با تربيع ناقص أربعة ألف جيم على اثنين ألف بشرط أن تكون ألف لا تساوي الصفر طبعا ألاحظ هنا أن با هو المعامل اللي معه سين وألف هو المعامل اللي معه سين تربيع وجيم هو الحد الأخير بحيث أن ألف لا تساوي الصفر إن يحاق المثال الأول حل المعادلة الآتية ثنين سين تربيع زائد ثلاثة سين ناقص ثمانية يساوي صفر أول خطوة أتأكد بأن المعادلة على الصورة القياسية ومساوية للصفر الخطوة الثانية يجب أن نوجد قيم كل من ألف وبا وجيم طبعا قلنا أن ألف هو المعامل اللي معه سين تربيع وبا هو المعامل اللي معه سين وجيم هو الحد الأخير نكتب القانون العام لحل المعادلة التربيعية نعوض في القانون طبعا ألاحظ آخذ إشارة العدد مع إشارته البا طبعا قيماتها ثلاثة نعوضها با تربيع اللي هو عبارة عن ثلاثة تربيع ناقص أربعة في اثنين عندي إياها اللي هي اثنين في جيم اللي هو سالب ثمانية على اثنين في اثنين انبسط بيطلع لي سالب ثلاثة زائد أو ناقص جذر تسعة زائد أربعة وستين تسعة زائد أربعة وستين راح يعطيني ثلاثة وسبعين فإذا سين تساوي سالب ثلاثة زائد أو ناقص جذر ثلاثة وسبعين على سين فبلاح ضهنين نطلعت لقيمتين حقيقيتين لسين سالب ثلاثة زائد ثلاثة وسبعين على أربعة بالإضافة إلى سين تساوي سالب ثلاثة ناقص جذر ثلاثة وسبعين على أربعة الآن ننتقل لتدريب حل المعادلة الآتية باستعمال القانون العام نيناسين تربيع زائد أربعة سين زائد اثنين يساوي صفر لكم من الوقت دقيقتين ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة الخطوة الثانية نحدد قيم ألف وباء وجيم ولا ننسى ناخذها بالإشارة الخطوة الثالثة اكتب القانون العام للمعادلة اعوض طبعا قيمة باء هنا موجب أربعة وقيمة ألف اثنين وقيمة جيم اثنين فإذا راح نبسط بيطلع لي سالب أربعة زائد أو ناقص جذر ستعاش ناقص ستعاش على أربعة بلاحظ ستعاش ناقص ستعاش صفر فإذا هذه الجزء كامل بيروح فإذا اللي بيظلي سالب أربعة على أربعة فمعناته لسين قيمة واحدة وهي السالب واحد نرجع إلى القانون مرة أخرى قانون العام للمعادلة التربيعية سالب باء زائد أو ناقص جذر باء تربيع ناقص أربعة ألف جيم على ثنين ألف يسمى ما تحت الجذر المميز فائدة المميز إنه راح يعرف لي عدد الحلول الممكنة للمعادلة التربيعية طبعا ماذا سيحدث إذا كان الناتج النهائي للمميز اللي هو عبارة عن المقدار اللي تحت الجذر موجب إذا كان عندي عدد موجب يعني سوينا العملية اللي تحت الجذر وطلع لي العدد موجب فمعناته للمعادلة التربيعية حلان حقيقيان مختلفان أما إذا كان اللي تحت الجذر عدد سالب فمعناته لا يوجد حلول حقيقية للمعادلة أما إذا كان اللي تحت الجذر يساوي صفر فمعناته يوجد حلان حقيقيان متساويا فمعناته عدد الحلول الحقيقية للمعادلة التربيعية إني حق قيمة المميز إذا قلنا عدد موجب أو صفر أو عدد سالب فمعناته عدد الحلول الحقيقية إذا كان موجب حلان حقيقيان إذا كان صفر حل واحد حقيقي وإذا عدد سالب فمعناته لا يوجد حل حقيقي إني حق المثال أوجد قيمة المميز للمعادلة أربعة سين تربيع ناقص خمسة سين يساوي سالب ثلاثة ثم حدد عدد الحلول الحقيقية فإذا أول خطوة يجب التأكد بأن المعادلة على الصورة القياسية ألاحظني إن المعادلة لا تساوي الصفر فمعناته يجب أولا تحويل المعادلة بحيث أضيف موجب ثلاثة إلى طرفي المعادلة عشان أساويها بالصفر الآن أوجد قيمة ألف وباء وجيم نكتب قاعدة المميز قاعدة المميز هي باء تربيع ناقص أربعة ألف جيم طبعا راح أعوض قيمة باء اللي هي سالب خمسة لكل تربيع ناقص أربعة طبعا هذه الأربعة اللي موجودة في وين؟ في القانون الأربعة الثانية هي قيمة ألف وجيم قيمتها ثلاثة النواتش طلع لي سالب ثلاثة وعشرين في اعتقادكم إذا طلع لي العدد سالب معناته شنو؟ معناته إن المميز إذا كان بالسالب فمعناته إن المعادلة ليس لها حلول حقيقية ننتقل الحين إلى تدريب أو جدي قيمة المميز للمعادلتين الآتيتين ثم حدد عدد الحلول الحقيقية تدريب الأول والتدريب الثاني لكم دقيقتين من الوقت ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بارك الله فيكم خلص الوقت والحين نستعرض الحلول مع بعض ألاحظ في التمرين الأول 2 سين تربيع زائد 11 سين زائد 15 قلنا أولا يجب التأكد من أن المعادلة على الصورة القياسية وتساوي الصفر ثاني خطوة أوجد غيمة ألاف اللي هي 2 وباء اللي هو 11 وجيم اللي هو 15 نعود في القانون قانون المميز هو عبارة عن باتربيع ناقص 4 في ألف في جيم بعد التعويض سنلاحظ أن قيمة المميز يساوي الواحد فمعنات العدد موجب قيمة المميز موجبة فمعنات عدد الحلول الحقيقية حلين ننتقل حق التمرين الآخر لكن ألاحظ بأن المعادلة ممكتوبة على الصورة القياسية فإذا أول خطوة لازم أرتب فمعنات راح أضيف هنا موجب 16 موجب 16 ببسط وبتسطي صفر بعدين راح أطلع قيمة ألف اللي هي واحد وبا ثمانية وجيم 16 بعد التعويض بالمثل في القانون اللي هو با تربيع ناقص أربعة ألف جيم ألاحظ أن قيمة المميز صفر قيمة المميز صفر فمعنات أن عدد الحلول واحد طلابي الأعزاء للمزيد من التمرين نرجع للكتاب صفحة 96 و97 تمرين واحد وثلاثة وخمسة ومن سبعة إلى تسعة واثنعاش واربعتعاش وسبعتعاش وسبعة وعشرين وتسعة وعشرين وتمنياتي لكم بالتوفيق وشكرا ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر